أقرى مجلس النواب هذا القانون نقول العام الماضي قانون ضمان الصحي لماذا بدأت الحكومة بإجراءات تنفيذ هذا القانون بهذه الفترة بما أنه تم إقراره في العام نعم بداية شكرا لحضرتك وقناتكم الكريمة وجميع المشاهدين الكرام وتحية عطر لأستاذ الدكتور جاسم العزاوي نحن بالأطباء العراقيين بداية أحب أشكرك على المقدمة الرائعة التي تفضلت بها حضرتك في بداية البرنامج نظام الضمان الصحي للأمانة موجود في أدراج مجلس النواب العراقي منذ أكثر من عشر سنوات يعني تعاقبت لغاية الآن ثلاث دورات نيابية على مجلس النواب لم تستطيع هذه الثلاث دورات أن تنجز أو تكمل قانون الضمان الصحي قانون هذا هذا القانون كبير جدا قانون مهم جدا قانون خطير قانون رائع إذا تنفذ بعون الله والآن بدأت تنفيذه بعون الله لله الحمد استطاعين في لجنة الصحة والبيئة النيابية ومساعدة رئاسة البرلمان ومساعدة بعض النقابات وخصوصا النقابات الطبية ومساعدة وإسناد من وزارة الصحة استطاعين تذليل العقبات والصعوبات التي كانت تواجه هذا القانون طيق قانون كان بي الكثير من العقبات عندما أعد أقدر أعرف أهمها عندما أعد المشرع الذي عده في ذاك الوقت خل بي بعض العقبات التي تمنع من تنفيذه من أهمها أن تكون منذ بداية تنفيذ هذا القانون هذا القانون يعتبر أو ينفذ كهيئة الضمان مستقلة تماما وتكون مرتبطة تماما برئاسة الوزراء هذه عقبة بالنسبة للحكومة هذه تترتب عليها أعباء مالية ممكن الحكومة ترفض ممكن الوزارة المالية ترفض ممكن أنه حتى وزارة الصحة ممكن أنه تتحسس من هذا الموضوع لأن هذا القانون عندما يكتمل راح يشمل جميع الوزارات ممكن أن وزارة الصحة تتحسس من عندها معقولة جدا كان هناك بعض الشخص الموجودين في وزارة الصحة يتحسسون من تطبيق هذا القانون على اعتبار أن هذا القانون راح يسلبهم الكثير من صلاحياتهم أو من عملهم اليوم كنا أنا أستاذ جاسم في ندوة موسعة حول هذا القانون وحول عمل النقابات وطرقنا إلى هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر